اعلن الجيش مقتل خمسة جنود خلال التصدي لعدد من العناصر الارهابية في محافظة سيناء شمال شرق البلاد المتحدث باسم الجيش المصري ذكر ان فرق انفاذ القانون اكتشفت صباح اليوم تحركا بمحيط احد الارتكازات الامنية وتم التعامل معها ما اسفر عن مقتل ضابط واربعة جنود من الجيش وسبعة عناصر ارهابية و الى لبنان حيث اعتبرت الامم المتحدة ان الدولة اللبنانية والمصرف المركزي مسؤولان عن ازمة مالية غير مسبوقة ادت الى افقار غير ضروري لغالبية السكان الذين يتخبطون لتأمين الحد الادنى من احتياجاتهم المنظمة الدولية قالت في تقرير صادر عن المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المطقع وحقوق الانسان اوليفيا دي شوتر بعد زيارته للبنان العام الماضي انه او انه يتعين ان يغير لبنان مساره واضاف التقرير انه يمكن عكس اتجاه البؤس الذي حل بالسكان بقيادة تضع العدالة الاجتماعية والشفافية والمساءلة في صميم اعمالها تلقت شرطة سيرلينكا امرا بالرد واطلاق رصاص حي لاحتواء وضع يقترب من الفلتان بعد ليلة اخرى من الحرائق المتفرقة وذلك بحسب تصريحات مسؤول كبير في البلاد يأتي ذلك في وقت تشهد البلاد اعمال عنف اسفرت عن سقوط ثمانية قتلى منذ يوم الاثنين الماضي بحسب الشرطة واضاف المسؤول السيرلينكي ان قوات الامن التي تضم خمسة وثمانين الف عنصر او عنصرا او عنصر لديها اوامر باطلاق ذخيرة حية على مثير الشغب ويواجه هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه اثنين وعشرين مليون نسمة اسوأ ازمة اقتصادية منذ استقلاله عن المملكة المتحدة عام الف وتسعمائة وثمانية واربعين اقدم مقهى امارتي لا يزال مواضبا على تقديم شاي الكرك شعبية هذا الشاي التاريخي الجماهيرية بدأت قبل عقود اذ عرفه الامارتيون والخليجيون بشكل عام منذ عصر ما قبل النفط حين كانت العلاقات التجارية بين الهند ودول الخليج في اوجها وكانت تجار الخليجيون يرحلون للهند ليتوب البضائع ومن هناك بدأ الكرك رحلته الى دول الخليج لنتابع في بيته المتوارث من جيل لاخر يرتشف السيد علي شاي الكرك الذي عرف به بيت الشاي العربي مشروب ساخن هو الاشهر على الاطلاق في سائر انحائد والخليج العربي ولهذا الكوب في يده حكاية وتاريخ احنا بصراحة اسسنا بيت الشاي العربي في بيت عمره تقريبا أو بنى في 1920 تحول هذا البيت الى المطعم وبيت الشاي طبعا في البداية احنا وفرنا حوالي فوق المئة صنف من انواع الشاي المختلفة طرق اعداد شاي الكرك تختلف من مكان لآخر ولكل مقهى مكونات سرية من البهارات والأعشاب التي يتفرد بها ويمتاز بخلطها مع مكونات هذا المشروب عن سائر مقاه الكرك المنتشرة بكثرة في انحاء الخليج شتى احنا منساوية بالطنجرة أو بالأولى لحل الألمنيوم ومنحط الحليب بفرش طازج ومنخليه يغلي مع البهارات تبعيتنا الخاصة اللي احنا منطحنها عنا ومنحمرها عنا ومنحطها ومنحطها فرش بالشاي وبالحليب وطبعا الشاي منجيبه بمكان معين هو شاي الأسود منغليه لمدة اكتر من 30 دقيقة مع البهارات وبعدين منضيف عليه الحليب الطازج كمان واخر الشاي منحط عليه لمستنا الأخيرة والأجواء تبعا بيت الشاي العربي هي كمان الجو القاعد في انتك كأنك حاعد ببيتك بالجوهات بالشجر بالبنشات للزرق والألوان بميز الشاي عنا أيا تكن الحكايات التي تروي تاريخ تعرف سكان المنطقة الخليجية العربية على شاي الكرك والأسباب وراء شهرته طاغية يبقى هذا المشروب جزءا أصيلا من الذكرة الإماراتية والخليجية على وجه العمومة فيبدأ به الناس صباحاتهم ويعقب الغداء ويختمون بمداقه سهراتهم لا أبالغ إن قلت أن هذا الكوب يختزل تاريخا بأسره ففي بيت الشاي العربي ستجد مشروب الكرك التاريخي التقليدي الأشهر على الإطلاق في دولة الإمارات ودول الخليج على حد سواء ربيع أبو حسن رؤية دبي